موسيقى خلال جولتنا بالكلية الحربية رئيس سيسي يؤكد موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائية في رقم قياسي جديد قناة سويس تسجل أعلى معدل عبور يومي لسفن من الاتجاهين استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزتا وسط إدانات عربية ودولية الثالث عصرا بتوقيت القاهراء الوحيدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم قام رئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للكلية الحربية رفقه خلالها الفريق أول محمد زكية القياد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وخلال الجولة هنأ رئيس السيسي طلب الخارجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية والوقوف على مقترح هيئة الزي الجديد لطلبة الأكاديمية كما عقد رئيس السيسي لقاء مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس حيث استمع لآراء الطلبة واستفساراتهم في مختلف القضايا والموضوعات واستعرض رئيس السيسي موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط مؤكدا موقف مصر الثابتة في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي كما تناول رئيس السيسي جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة مشيرا إلى أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء توجهه لتفقد الكلية الحربية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة المستمرة لموقفه تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغتاء وخلال متابعته جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يوليو الماضي شدد مدبولي على أهمية تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها لفتا إلى مواصلة المنظومة عملها نحو الارتقاء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبدوره أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 98500 شكوى وطلب استغافة خلال الشهر الماضي وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 131 طن مواد غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 88 طن وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير متابق للمواصفات وأخيرا في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة تاوريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 9 أطنان أقماح محلية أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تسجيل حركة الملاحة بالقناة أعلى معدل عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 89 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالية حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 44 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 مليون طن فيما عبرت 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالية حمولات صافية بلغت 2.2 مليون طن وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات العبور اليومية عبر قناة السويس شهدت زيادة كبيرة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث ارتفع متوسط العبور اليومية للسفن العابرة للقناة من 48 سفينة قبل مشروع القناة الجديدة إلى 62 سفينة حاليا أكد رئيس غرفة الملاحة ببور سعيد عادل اللمعي أن قناة السويس تؤثر بشكل إيجابي على حركة التجارة العالمية وفي تصريحة خاصة للتلفزيون المصري بتزامن مع الذكرى السابع لإفتتاح قناة السويس الجديدة أشار رئيس غرفة الملاحة ببور سعيد إلى زيادة دخل قناة السويس بنسبة 10% إلى 7 مليارات دولار بنهاية ديسمبر المقبل مرجحا زيادة إراداتها العام المقبل لتصل إلى 8 مليارات دولار النهاردة المعبر الرئيس والشريان الكبير اللي اتنشر في المنحجم التجارة بيؤثر بشكل إيجابي في ظل الظروف الحالية نسمعنا طبعا 7 مليار الدخل إن شاء الله بنهاية ديسمبر المقبل دي زيادة النهاردة تتعدى 10% متوقعين بإذن الله في 2023 يبقى فيه أكتر من 7.5 إلى 8 مليار دولار كل ده بيصوب في مصلحة الإقصاد المصري والإقصاد اللي احنا مهتمين به في ظل الظروف الحالية عندنا طبعا علامات مضيئة نحن بيجينا طبعا كغرف ملاحة وغرفة ملاحة بور سعيد بالأخص من الرسائل الجيدة والرسائل الإيجابية من ملاك السفن اهتمامهم الكبير النهاردة بتخفيض زمن الرحلة ما يقرب من 12 ساعة ده بيؤثر طبعا بشكل إيجابي على زمن الرحلة وعلى تمن البضاعة وبالتالي النهاردة على الإقتصاد بشكل عام موسيقى 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 اشتركوا في القناة قصفت الطائرات والإسرائيلية عدة مواقع في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة ما ألحق أضرارا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع إفكي 16 أطلقت عدة صواريخ صوبة مواقع في بلدة عبسين الجديدة شرقية خان يونس ومواقع أخرى قريبة من البحر الغربي المدينة ما أدى إلى تدميرها بالكامل إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدد الشهداء لليوم الثاني على التوالي إلى 15 شخصا فضلا عن إصابة 125 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية إقاف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بشكل كامل وأكدت سلطة الطاقة الفلسطينية في بيان لها أن القرار يأتي على خلفية القصف الإسرائيلي على القطاع وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد جراء إغلاق السلطات الإسرائيلية للمعبر وقد تولت ردود الأفعال العربية والدولية منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة الذي أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين وتقوم مصر بدورها المعهود بإجراء اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع والتهديئة في غزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي اليمن أسقطت القوات الجنوبية مسيرة تابعة لقوات الحوتي في الأجواء الشمالية الشرقية في اختراق جديد للهدنة الأممية وقال مصدر عسكري إن القوات الجنوبية رصدت طائرة مسيرة لقوات الحوتي تخترق أجواء مديرية جيشان في أبيان الوقع على حدود محافظتي شبوة والبيضاء قبل أن تنجح في إسقاطها واعتبر المصدر إسقاط طائرة تابعة لقوات الحوتي للمرة الأولى خلال العام الجاري في جيشان مؤشرا على تصعيد عسكري قادم في هذا المحور القتالي والذي تنتشر فيه المقاومة الجنوبية طوال المناطق الحدودية مع محافظة البيضاء المجاورة القاضي على قوات الحوتي اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الخارجية التايوانية رفضها لوصف وزير الخارجية الصيني وانجي زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان بأنها تصرف ينتهك سيادة الصين وفي بيان لها ألقت الخارجية التايوانية باللوم على الصين في تصعيد التوترات الإقليمية مؤكدة أن بكين استغلت رحلة بيلوسي إلى تايبي كحقة لإطلاق منورات عسكرية خطيرة في المياه القريبة من تايوان قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن طائرات وسفن صينية أجرت تدريبات لمحاكاة هجوم باتجاه جزيرة تايوان الرئيسية وقالت الوزارة إنه تم رسد عدة دفعات من الطائرات الصينية في مضيق تايوان وأن بعضها عبر خط الوسط وأضفت أن الجيش التايواني وجه تحذيراً واستخدم قوات دوريات لاستطلاع الجوي وسفناً تابعة للبحرية وصواريخ ساحلية للتعامل مع الموقف انتهت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان إلا أن تدعياتها ما تزال مستمرة على صعيد العلاقات الأمريكية الصينية رد الفعل الصيني لم يتأخر وذلك من خلال الإعلان عن تدريبات عسكرية غير مسبوقة في محيط تايوان فضلاً عن قطع بعض خطوط الاتصال المشتركة مع الجيش الأمريكي بينما تستجد على العالم أزمات متتالية وتتعمق أخرى قائمة بات التوتر الصيني الأمريكي من بين القضايا التي تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام في الأوساط السياسية والعسكرية إلى جانب الأزمة الأوكرانية محللون أمنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمريكيون قالوا إن قطع الصين لبعض خطوط الاتصال مع الجيش الأمريكي يزيد من خطر حدوث تصعيد غير مقصود للتوتر بشأن تايوان في خضم أوقات حارجة تمر بها العلاقات بين الجانبين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الصين ورداً على زيارة بيلوسي ألغت محادثات رسمية مزمعة بين قيادتها الميدانيين ونزرائهم الأمريكيين كانت تهدف إلى تنصيق سياسة الدفاع وإجراء مشاورات بحرية وعسكرية في وقت قالت فيه وسائل إعلام تابعة للحزب الشيوعي الصيني إن هذا الإجراء إلى جانب العقوبات المفروضة على بيلوسي وعائلتها بأنهم جزء من إجراءات فعالة تظهر على نحو تام تصميم الصين وقدرتها التامة على حماية وحدتها الوطنية والحفاظ على سلامة أراضيها وكالة رويترز نقلت عن باحثين أمنيين في الكلية البحرية للدراسات العليا في كاليفورنيا أن قطع خطوط الاتصال أمر يبعث على القلق يأتي بعد إطلاق الصين صواريخ باليستية فوق تايديه في إطار تدريبات عسكرية غير مسبوقة حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ذلك أن التكثيف المتزايد لعدد القوات الصينية في سياق الأزمة المتصاعدة يثير احتمال حدوث تصعيد غير مقصود ما يؤكد أهمية قنوات الاتصال الصيني الأمريكية لتخفيف حدة التوتر العسكرية قال رئيس الفلبينية فردناند ماركوس إن الوضع الجيوسياسي المتقلب وتداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تؤكد أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين وقال ماركوس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في مانيلا إن زيارته جاءت في الوقت المناسب وبأنه يعتقد أن رحلة بيلوسي لا تزيد من حدة الوضع المتقلب بالفعل يبدو أن زيارة بيلوسي التي أشعلت الوضع في الشرق الأقصى ووضعت بؤرة صراع جديدة على خارطة العالم وألبت الصين على تايوان وأضافت أعباء جديدة على الاقتصاد العالمي المثقل بالفعل بتبعات الحرب في أوكرانيا يبدو أنها أتت بثمار مختلفة لدول أخرى استطاعت استثمار الفرصة في حينها لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة ولسيما الرئيس الفلبيني ماركوس جونيور الذي يدين للولايات المتحدة بمساعدة والده على الرحيل للمنفى في هوايا بعد انتفاضة أطاحت به في ثمانينات القرن الماضي جونيور الذي يضع على رأس أولوياته معالجة التضخم وتعزيز النمو وتكثيف إنتاج الغذاء استطاع خلال زيارة بلينكين لمانيلا أن يؤكد على ضرورة توضيط العلاقات بين مانيلا وواشنطن اللتان تشاركان في اتفاقية الدفاع المشترك القائمة منذ عشرة السنين وانتزع من بلينكين تأكيدا على تمسك واشنطن بالتزاماتها وقال بلينكين إن التحالف بين بلاده والفلبين قوية ويمكن أن ينمو بشكل أقوى وهو ما يطمئن ماركوس جونيور على مساعدات مرتقبة للعبور ببلاده من مأزق ارتفاع الأسعار والضغط على الاقتصاد الفلبيني المدمر بفعل فيروس كورونا وهكذا استطاع جونيور استثمار زيارة دي لوسي المسمى زيارة الغضب والنار إلى تكثيف التحالف مع واشنطن لإقامة قوة أمنية وعسكرية لمواجهة النفوذ المتنامي للصين اتهمت روسيا أوكرانيا بقص محطة زابوروجيا وقال نائب ومدير قسم شؤوني رقابة التسلح بالخارجية الروسية إن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيا الدرية ومدينة انيرجودار بأسلحة تقيلة ما أدى إلى قطع الكهرباء عن جزء من الأجهزة العائدة لأحد مفاعلات المحطة وتضرر خط الإمداد بالهايدروجين قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة وتحول معظم القتال إلى جبهة يصل طولها إلى ما يقرب من 350 كيلو مترا تمتد في جنوب غربي البلاد بالقرب من زابوروجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر الدينبار وأضفت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا حيث تستعد لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل وتستمر قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية في الابتعاد عن منطقة دومباس الأوكرانية متجهة صوب جنوب غربي البلاد متجهة صوب جنوب غربي البلاد موسيقى قال رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا كلاوس مولر إن على المستهلكين في البلاد توفير ما لا يقل عن 20% من استهلاكهم للطاقة يأتي ذلك لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي وخفضت شركة جاسبروم الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نبيب نوردستريم 1 إلى 20% من طاقته مما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء وقال مولر إن على ألمانيا أيضا خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة إلى 20% واستراد ما بين 10 و 15 جيجاوات ساعة من الغاز لتجنب النقص وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور عمر صالح واستاذ الاقتصاد السياسي مستشار البنك الدولي السابق دكتور عمر أهلا بحضرتك تدعيات كبيرة على قطاع الطاقة في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية كيف ترى المطالبات بخفض استهلاك الطاقة في أوروبا وهل بالفعل لها أن تسهم في تجاوز الأزمة الحالية مشاهدينك أولا البيانات التي اتنشرت من مكتب التجارة الحارجية الألماني من يومين ودي البيانات التي تظهر أطارها كل شهرين يمكن ألمانيا أعلنت أن حجم وردتها من الغاز الطبيعي حوالي 50 تقريبا 55 مليار متر مكعم الخفض بنسبة 23% وده نسبة كبيرة جدا تأثيرها على الصناعة في ألمانيا لا سيما ودكتورية القدر أن ألمانيا في 15 سنة الماضية وألمانيا وأوروبا بالتحديد من أجل تخفيض الانبعثات الحرارية كان بتتجه الغاز الطبيعي بشكل كبير في الصناعة وفي الطاقة النهاردة مطالبة بأنها تخفض يمكن أن نحن عارفين اتفاد اتحاد الأوروبي الأخير بمطالبة الدول الاتحاد بتخفيض اعتمادهم على الغاز بشكل عام أو تخفيض الطاقة بنسبة 15% وده رقم كبير طبعا هيأثر على حجم الصناعة أو على حجم الاقتصاد حجم التشغيل وده معناه أن حيقل الطاقة الانتاجية ويبقى فيه نعم التخشف الانتاجي لفترة معينة لحد ما ألمانيا والدول الأوروبية تجد بديل وتنتجي إلى الغاز المسال وطبعا ده هيأخذ فترة هيأثر بشكل كبير على الطاقة الانتاجية لا يصف فقط في ألمانيا ولكن في أوروبا ألمانيا على فكرة مطالبة من خلال هذا الاتفاق مطالبة أنها تخفض من جنس بتمش 20% زي ما قولنا لا 20.15% كمان من الطاقة وعلى فكرة هي بتمثل ربع يعني التخفيض اللي هيتم على مستوى أوروبا ألمانيا متعلقة بربع هذا التخفيض على مستوى القرى الأوروبية وده يمكن يدينا إنديكيشن على قدية الطاقة الانتاجية في ألمانيا ومعتمدة على الغاز لكن التفشيات ممكن الأخيرة لرئيس اتحاد الصناعات بضرورة توجه ألمانيا نحو إنتاج الطاقة من الفحم وأنا بقول لسخرية القدر بعد ما كانت ألمانيا وأوروبا بتتاجه نحو الصناعات النظيفة النهاردة هيتجه نحو البترول ونحو الغاز ونحو الفحم وده خطوة للوراء للأسف في مجال الطاقة وده يدل أو في مجال البيئة وده يدل على إدئي المجتمع الأوروبي أو المجموعة الأوروبية بتواجه أن هذا ليس فقط أزم الطاقة لكن أزمة بقاء دكتور عمر تخفيض الإنتاج هي نرجع تاني لارتفاع الأسعار المنتجات وأيضا زيادة البطالة عدد العاطلين عن العمل طبعا هي ألمانيا في وضع لا تحصد عليه أنا فاكرين ألمانيا في السنوات الأخيرة يمكن استوعبت وأنا برجع للتاريخ شوية الوراء يمكن تاريخ بعيد لكن ألمانيا استوعبت ألمانيا للغربية استوعبت ألمانيا الشرعية بعد سقوط حائد برلين وقدرت أنها تضم الشرعية ويتظهر دولة قوية اقتصاديا هي ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الاتحادية طبعا ده ما كانش سهل ألمانيا استطاعت أن تعبر هذه الأزمة لكن النهاردة إحنا في أزمة هتضرب معظم القطاعات وهتزود البطالة وهترفع الأسعار الطاقة وأسعار المنتجات لا سيما أن المنافسة القوية التي تشهدها أوروبا من قبل الصين ومن دوبا الجنوب شرق آسيا بتزود الأزمة وتصعب الأزمة على التحاد الأوروبي الحقيقة التحاد الأوروبي يعني خلينا أقولك نقطة مهمة يمكن يعني إحنا عيشنا في أوروبا فترة طويلة يمكن في العشر سنين وفرنسا وفي ألمانيا شوفنا المجتمع الأوروبي أو الاقتصاد الأوروبي فرقيل ومثقل والشركات أنا أتكلم عن الشركات المثقلة بالتبعات الاجتماعية يمكن التاكسز أو الدرايف في ألمانيا أو في أوروبا كبيرة جدا وده نعم الحمل وزيد تكاليف على الشركات النهاردة أنت بتزود الأحمال على الشركات اللي أريد عليها أحمال من خلال الضغائب أو التابعات الاجتماعية وعلى فكرة ألمانيا بالدول المهمة جدا أو اللي بتتبع النواحي الاجتماعية بشكل جديد جدا في النواحي الاقتصادية وعند الشركات فالنهاردة كنت تزود الأحمال على الشركات ما أعتقدش أن العدد كبير من الشركات ستقدر أنها تبقى كومباتيطيب أو عندها تنافسية بالأضافة إلى أنه هيزود النواحي الاجتماعية على الشركات والحكومة الألمانية اللي بتهتم بالنواحي الاجتماعية بشكل كبير في أوروبا مع أزمة طبعا المهاجرين اللي موجودين في ألمانيا أو موجودين على الحدود ولذلك يعني كثير من التقارير وكثير من الكتابات قالت للأسف ألمانيا ضح بخيار استراتيجي كان مهم بالنسبة لها اقتصاديا من خلال الاعتماد على الغاز الروسي في سبيل يعني أجندة أوروبية أو أجندة اجتماعية هتكلفها الكثير من التبعات الاقتصادية ونحن نعلم أن ألمانيا أوقفت الاعتماد على المحطات النووية في توليد الكهرباء بالضبط بتتاجه النهاردة وده التصريح اللي كنت بكلم عليه تصريح رئيس تحاد الصناعات الألماني بأن الحكومة الألمانية عليها أن تلجأ سريعا سريعا إلى الاعتماد على البترول وعلى الفحم في توليد الطاقة وخفض وردتها من الغاز الطبيعي والاعتماد على مصادر أخرى وطبعا ده بيرجعنا الوراء تاني وخلي بالحضرتك أنه فيه تكلفة يعني أن النهاردة لما بوقف الغاز والذلك يمن روسيا يمكن من أنها أيام خفضت الغاز في خط الأنبيب الرئيس لبرازي ألمانيا بالنسبة 20% وبالتالي ألمانيا النهاردة هتتاج إلى مصادر تانية لما هتتاج إلى مصادر تانية دي لها تكلفة إضافية أنه أنا بعدل فيه الشبكات وبعدل فيه المحطات إنتاج الطاقة عشان تقدر تستورب الفحم الجديد أو البترول وده تكلفة تاني إضافية تاني على الحكومة غير تكلفة عدم استراد الغاز الروسي اللي كان أرخص بكتير بالنسبة لألمانيا دكتور عمر هذا سوف يؤثر على العالم بوجه عام ألمانيا تعتبر من القوى الصناعية الكبيرة في العالم ومنتجاتها تصدر إلى كافة دول العالم ويحتاج إليها كافة دول العالم فإذا حدث نقص وارتفاع في أسعارها سوف يؤثر تأثير سلبي مرة أخرى على الاقتصاد العالمي شوف هو طبعا ألمانيا ستتأثر لكن ليس العالم فكرتني بمقولة الحرب خدعة نحن في حرب في حرب اقتصادية وأنا قلت بكده نحن في حرب عالمية ثالثة وجهاتها اقتصادية بشكل بحث لكن فيما يتعلق بالتأثير على العالم وعلى ثلاثة توريد لا أنا شايفين دي فرصة فرصة لعدد من الدول الناشئة اللي مش هقول لنا تحل محل ألمانيا لكن عندك النهاردة كوريا على سبيل المثال ماليزيا تايلند عندك مصر على سبيل المثال ممكن تتوسع فيه انتاج بعض الصناعات البيترو كيموية أو الصناعات التكنولوجية أنا مش هقول إن الدول دي تحل محل ألمانيا لكن النهاردة الشطارة في السوق العالمي إني أخذوا السوق وجد بديل للصناعات اللي موجودة الأوروبية اللي بتتماني الصحيح بالقوة وبالمتانة لكن خلينا نعترف أن من السهل إيجاد بديل لهذه الصناعات النهاردة الصين بديل لكثير من الصناعات الأمريكية والأوروبية دول كتيرة ممكن في هذه الأزمة في هذه الأزمة أنا أعتقد أن مصر وعي جدا جدا لهذه الأزمة وأن إحنا ممكن نجد بدائل على مستوى مصر وعلى مستوى دول العالم الثالث أو دول جنوب الشرق آسيا بالتحديد اللي عندهم طاقة انتاجية والصين طبعا عندهم طاقة انتاجية اللي بالنسبة لها دي فرصة فرصة أنها تجد منتجاتها بديل في الأسواق العالمية نعم بشكرك الشكر الجزير دكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن زيارة مرتقبة لمسؤولة كبيرة في الوزارة إلى إندونيسيا وسنغافورة الأسبوع المقبل تستهدف بحث وضع سقف لسعر صادرات النفط الروسية ومن المقرر أن تجري إليزابيث روزنبيرج مساعدة وزيرة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية محادثات مع نظرائها في كل من إندونيسيا وسنغافورة في إطار ردود الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أزمة كبيرة تشهدها اقتصادات العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم وما تسببت به من خفض لتوقعات النمو الاقتصادية يأتي ذلك فيما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكية وذلك على خلفية انتهاج مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم تواصل أزمة التضخم المالي الإلقاء بظلالها القاتمة على مختلف الاقتصادات حول العالم حتى القبرى منها وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي والذي خفض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي تستهدف احتواء التضخم وإعادته إلى مستوى 2 من 10% في خضم ذلك تسود حالة من القلق أسواق الطاقة العالمية تخوفا من رقود الاقتصاد الأمريكي بما يعني تراجع الطلب على المشتقات في أكبر مستهلك للخام وبالتالي تراجع الطلب على كل شيء حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تتجنب الولايات المتحدة الأمريكية بالكاد رقودا اقتصاديا الصندوق في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية قال إنه يتوقع الآن نمو إجمال الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل توقع سابق في أبريل بلغت نسبته 3.7% حالة عدم اليقين الاقتصادي المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي انعكست على أسواق الأسهم العالمية أيضا بالتراجع بعد الإعلان عن بيانات قوية للوظائف في الأسواق الأمريكية وأظهرت بيانات مكتب إدارة العمل الأمريكي أن أصحاب الأعمال قاموا بتعيين العديد من طالب الوظائف ما تجاوز بكثير التوقعات في يوليو الماضي لتستمر الزيادة في الوظائف للشهر التاسع عشر على التوالي مع انخفاض معدل البطالة إلى معدلات ما قبل الجائحة عمد 3.5% خفضت وكالة التصنيف العالمية مودز نظر المستقبلية لإيطاليا من مستقرة إلى سلبية وأشارت إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وقالت الوكالة إن المخاطرة على وضع الاعتمال لإيطالي تراكمت في الآوينة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتطورات السياسية المحلية وكلاهما يمكن أن يكون له تابعات ائتمانية مادية وسط معاناة تعيشها سلاسل الإمداد العالمية متأثرة بجائحة كوفيد-19 والعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا توشك أسعار الأرز على تصدير أزمة جديدة ورجح مزارعون وتجار ومحاللون أن تؤدي الأمطار غير المنتظمة في مناطق زراعة الحبوب في الهند وموجة الحر في الصين والفيضانات في بنجلادش وخفض محصول بيتنام إلى خفض إنتاج أربعة من أكبر خمسة منتجين للأرز في العالم يواجه العالم تحدي جديدا من تغيرات مناخيات متمثلة في الطقس السيء الذي يهدد سلاسل الإمداد العالمية من المواد الغذائية ويهدد الطقس السيء أكبر الدول المصدرة للأرز في أسيا بخفض إنتاج أحد أهم الأغذية الرئيسية في العالم وتأجيك تضخم أسعار الغذاء الذي يقترب من مستويات قياسية وتواجه البلدان المصدرة في أسيا التي تمثل نحو 90% من إنتاج الأرز العالمي سوء الأحوال الجوية الذي قد يغير منحن أسعار الأرز لأعلى مستوى وفقا للتجار والمحليين ويرى خبراء الأعمال الزراعية في بنك أستراليا الوطني أن خفض الإنتاج في البلدان الرئيسية المصدرة سيزيد من التحديات الكبيرة التي تواجه قدرة أجزاء من العالم النامي على شراء الغذاء واتخذت أسعار الأرز مسارا سعوديا منذ منتصف العام الماضي حتى وصلت إلى ذروتها في الثالث العشر من مايو الماضي عند 17.47 دولار للكنتار لكنها تراجعت حتى 16.22 دولار منتصف الشهر الماضي وتصعد مرة أخرى لتسجل 17.12 دولار للكنتار وفقا لفوربس أغسطس 2022 بيانات من إدارة التقس الحكومية أظهرت أن أكبر ولايات منتجة للأرز في الهند سجلت عجزا في هطول الأمطار الموسمية يصل إلى 45% حتى الآن هذا الموسم يمثد الأرز الهندي المزروع في الصيف أكثر من 85% من إنتاجها سنويا والذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 129.66% مليون طن في موسم حصاد حتى يونيو الماضي قالت لجنة الصحة الوطنية أن بر الصين الرئيسي سجل 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 361 إصابة مصحوبة بأعراض و343 بلا أعراض وسجلت الصين 539 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 222 مصحوبة بأعراض و317 بلا أعراض ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226 حالة وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 230.496 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض وأظهرت بانات حكومية عدم تسجيل بكين وشنغهاي وشنشن مركز التكنولوجيا بجنوب الصين أي إصابات محلية جديدة خلال 24 ساعة فرض منتج عوثانيا الواقع بجنوب الصين إغلاقا وعلق عمل شبكة النقل العام في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا خلال موسم الدروة السياحية بالمدينة كما أعلنت السلطات أن القيود ستبدأ في الساعة السادسة صباحا العاشرة مساء بتاقيد جرينيتش قائلة أن وضع فيروس كورونا خطير للغاية وأنه سيتم فرض قيود على تحركات الناس ولم تذكر موعد رفع الإجراءات وسجلت المدينة الواقعة في جزيرة هينان 263 إصابة بفيروس كورونا وقالت السلطات أنها اكتشفت سلالة جديدة من متحاور أوميكرون ويأتي الإغلاق في ذروة الموسم السياحي للمدينة والتي تشتهر أيضا بالتسوق المعفي من الرسوم الجمركية كما أن بها العديد من الفنادق الراقية التي تديرها شركات عالمية نوالي تقديم نشرة الأخبار أعرب رئيس الطائفة الإنجلية القصة أندريا زكي عن بالغ القلق إذا الوضع الإنساني شديد الخطورة على الأطفال والأسر الفلسطينية جراء القصف العنيف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة وأعرب القصة أندريا زكي عن تقديره لجهود القيادة السياسية المصرية في التدخل السريع ومحاولة إنهاء التصعيد الإسرائيلي حفاظا على أرواح الأبرياء نظمت قرية المستعمرة تابعة لإدارة القصير الطبية قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 277 حالة بمختلف التخصصات الطبية فضلا عن تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان والكشف عن الأمراض المزمنة واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في المستشفى المستعمرة بنقدم خدمات طبية الخاصة بطب الأسنان جايين هنا نقدم خدمات طبية للمرضى اللي موجودين في مدينة القصير عموما وفي منطقة المستعمرة بصفة خاصة بنقدم لهم طبعا العلاج اللازم موجود بالمجان طبعا وبنقدم لهم نقوم بعمل التحليل اللازمة إذا تطلب مريض معين نحن نعمله تحليل أو فقصات معينة بنعملها ونقدم طبعا نعمل لهم الأشعاعات اللازمة إذا تطلب وضع بيننا ذلك يفتتح رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام كرم جبر في الرابع عشر من الشهر الجاري فعالية الدورة التدريبية للإعلاميين الأفارقة من السودان الشقيق ويعد الدورة مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع للمجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية وذلك في بداية إطلاق أكبر برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة والذي يتضمن عشر دورات تدريبية ويستمر لمدة عام كامل أكدت مصر نجاحها بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات المهمة لدعم مجهودات التنمية الحضرية المستدامة من خلال نجاح يوم المدن العالمية الذي عقد بمحافظة الأقصر نهاية عام 2021 وخلال استقبال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هداية أشهد شعراوي بمستوى التنسيق القائم بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية وذلك في إطار انفتاح الوزارة لتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 وظهرت النتائج أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة 2021-2022 هي 75.4 من مئة في المئة وأشارت النتائج إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم 78.32 من مئة في المئة وفي الشعبة العلمية رياضيات 81.10 من مئة في المئة وفي الشعبة الأدبية 68.38 من مئة في المئة كاميرا التلفزيون نقلت فرحة الطلاب وأسارهم وكان اللقاء مع بعض الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية سوص النونيو 3 و 4 على الجمهورية كنت بذكر 3 أو 4 ساعات 4 ساعات و 5 ساعات في اليوم وكنت بقى أسمى وقتي ما بين المذاكرة والرسم وبعمل مجبودي في المذاكرة وعايز أدخل فنون جميلة غالبا فنون جميلة أو ألسن وعملت الاختبارات والحمد لله أن جاءت فيها بسم الله محروس الخامسة على الجمهورية الشعبة أدبي مدرسة سهاج الثانوية بنات الامتحانات كانت كويسة بالنسبة لي عشان أنا كنت لما الدنيا أنا اسمي محمود نعمان الفيل رابع مكرر على الجمهورية من خير بيتها كمحمد البحيرة مدرسة نصر الثانوية بنين كنت بذكر 8 أو 9 ساعات في اليوم على حسب اليوم وكنت بشوف فيديوات يوتيوب وكنت بروحة درس حصية بس كان فيه مدرسين معينين أنا أعرفهم يعني كنت بسألهم في حاجات معينة أنصح الدفعة الجديدة أن هما ما يخافوش من السنة وما يقلقوش السنة عادية جداً أنا أصلاً من ساعت اللي هو الإعلان الأوال وكده أنا ما كنتش صاحي يعني كنت نايم أصلاً وواحد من صاحب يرن علي يعني هو اللي بلغت أنا عرفت النتيجة أنه هذا الصبح تسجئت بيها لأنه أنا كنت تعاشماناً وأنه النجموعة يطلع كويس يعني لكن ما كنتش عامل حسابي أنها تبقى فيه ترتيب أو كده بس الحمد لله يعني لاتبت رابع على الجمهورية بالنسبة للمذاكرة ما كانش كان أكتر حاجة سعدتني السنة دي أن أهلي ما كانوش يضغطوا علي ما كانش فيه توتر في البيت لو كنت تعبان مثلاً ممكن أرتاح الحمد لله ما كانوش بيضغطوا علي يعني لما يبقى فيه مشاكل وكده ارتفعت القراءة الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو الماضي لتصل إلى نحو 46.4 من 10 نقطة سعوداً من 45.2 من 10 نقطة في يونيو الماضي واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو موضحة أن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي تشير إلى ارتفاع كل من مؤشر الانتاج والطلبات الجديدة بنحو 5.5 من 10% وفضلاً عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022 أكدت مصر حرصها على مشاركة أبناء المصريين بالخارج وأبناء الشهداء في مختلف فعاليات المعسكر السنوي السادس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين في الخارج في شرم الشيخ وذلك تحت شعار اتكلم عربي وعيشها مصري وتستهدف فعاليات المعسكر نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة فضلاً عن استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم إيجابية سليمة ليكونوا على ارتباط دائم بالوطن انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها خلال جولة بالكلية الحربية رئيس سيسي يؤكد موقف مصر الثابت في ملف ساد النهضة وحماية أمن مصر المائية في رقم قياسي جديد قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي للسفن من الاتجاهين استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط إدانات عربية ودولية ختم نشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري شكراً لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة